اشتركوا في القناة اوصلي الى درجة ان يقول لا يمكن اعتبارها من مقاومات الاقتصاد او نوو مثل ما يروج له فريق اعداد هذا التقرير لمجهولي النسب يتم هذا الجنرال اللي كان يذبح بيديه في التسعينات واللي ديرينه الان مدير الارطاني لدراسات استراتيجية يتهم اللي حروا تقرير البنك الدولي وكان تقرير بالعكس في حاجات حتى مدحهم فيها يعني وكاين حاجات قال هلو بصراحة انكم مرايحين في الاتجاه الخاطئ والاقتصاد ما هوش هذا وبهذه الطريقة الى اخره فكانوا وصلوا الى انهم مجهولين نسب يعني اتهمهم بمجهولين نسب شوفوا شوفوا التهاوي تعالى 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 الدولة الجزائرية وتعالى مسؤولين تاح اليوم مش زادوا في مقال طويل هو هذا فيما يسمى بوكالة الانباء تقرير المغلوط للبنك العالمي حول الجزائر ما من شيء يبعث على الاستغراب علاش اسمعوا مليح تكون المعلومات التي استغلها البنك العالمي لاعداد تقريره عن الجزائر من نسيج خيال ملفق لشخص يدعى فريد بالحاش المكلف منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي حرر هذا التقرير المغرض واسالة الافتراءات التي تضمن هذا التقرير الكثير من الحمر الا ان الدليل القاطع اتى به اصدقاء فرنسيون للجزائر اصدقاء فرنسيون للجزائر قالوا له مش كون هو هذا ما نرى عندكم اصدقائكم الفرنسيين هما اللي يقولوا لكم يعني يا خيركم تقولوا لنا فرنسا والخصومات معاها بالمناسبة اليوم تبوني يستقبل عن طار داود هذا اللي بشيروح السفير وانا اللي تابعوني اخواني قلت لكم باللي ما يقدروش هما في معاني مع الدولة الفرنسية النظام هذا الحاكم العصابة كالمية فيه تغسلوا رحين يخضعوا والحقيقة السفير راح في اكتوبر ولكن عندما تحدثنا عليه وتحدثوا عليه كثير من الناس عاودوا جابوه وقالوا لا 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 راح فقط باش يدير مع مونتكا مع مانيش عارف هذيك امارة موناكو الى اخره والان رسميا يرجعوا بالرغم من ان ماكرون هاجم الجزائر وقال هل كانت هناك امة جزائرية قبل الاستعمار الفرنساوي وهاجم العصابة وقال لرجيم بوليتيكو ميليتير وعادة الطائرات الفرنسية وفي الاجوة مكاش مشكل راي عندها كثير من شهرين اذا فهي انتفاخة هر يحسبه الناس اللي ما يعرفوش انتفاخة اسد انتفاخة ضباع تخاف من فرنسا وفرنسا تعرفهم تفاصيل تفاصيل ولذلك ما يروحوش بعيد مع فرنسا بكل اسف مع الناش حكام حقيقيين وابناء الشعب اللي وجهوا فرنسا في قضايا كثيرة وخلافات كثيرة ومواضيع كثيرة وهو السفير راجع بالمناسبة السفير تحوم حول الان اتهامات من انه متحرش جنسي وانها قد ترفع عليه قضايا بالتحرش الجنسي حتى في فرنسا مما سيكون فضيحة اخرى والاخطر هاهم يرجعوه لفرنسا وكأن ماكرون ما سبهمش طيب فرنسا اللي احتلتنا 132 سنة واللي استمرت الايهانات ولا تتوقف ايهاناتها واخرها ايهانة ماكرون هذا واللي ألغى الجزائر من الوجود هاكم تعيدون العلاقات وتعيدون السفير وتعاود طائرات فرنسية تقصف في مالي والنيجر طيب المغرب بقى الاقل وخصوماتنا المفروض خصوماتكم انتم اما الشعوب الجزائر المغرب احنا خاوة احنا خاصوماتكم انتم كنظام اما عن نظام المغربي ما كانش الى هذك الحد لم يلغي نظام المغربي الجزائر من الوجود ما سمكونش ريجيم واشي اخرى كثيرة لا ما زالت الحدود مغلقة والاجواء مغلقة والعلاقات مقطوعة لعبة مكيفيلي عندما كان يوصي الامير انتاعه بخبث يقول له ان لم يكن لك عدو فاصنعه صنعت العداوة في الداخل مع الشعب الجزائري ومع احراره وتصنعون في العداوة مع النظام المغربي والحقيقة مع المغرب اللي هما شعب شقيقنا مش توجهوا الانظار افتجه خاطئ مافيا ارهابية حقيقة مافيا عسكرية ومخابرات ارهابية اذا اليوم اضافوا قال لك فابي اصدقاء فرنسيون ايذ يكون هذا التقرير قد انجزه بتوجيه من القصر الملكي المغربي وكان فريد بالحاج وهو من جنسية تونسية قد شغل منصب مدير ديوان رئيس البنك العالمي فضلا عن كونه صديقا مقربا من الامير مولاي رشيد والعديد من الوزراء المغربيين ويجيبوه واختاش التحق بالبنك العالمي وكان يخدم ماذا فعل الى اخره حتى يصلوا وخلال هذه المرحلة اشرف على شغال البنك العالمي حول ازمة اللاجئين السوريين وعاوقب على المنطقة في سنة 2018 رقية لمنصب نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق العوسط وشمال افريقيا وفي هذه الفترة تم تحرير عديد من التقارير المجاملة للمغرب ومنها الاخير الذي يصنف لمملكة الشر والبؤس من بين البلدان النادرة التي استفادت من الجائحة ويا لها من مغالطة كبيرة وانطلاقا من هنا لا يجب التعجب من قراءة تقارير مغلوطة حول الجزائر مستقبلا بطلب وتوجيه من المخزن المغربي فلا بد من ترقب تصريبات اخرى حول هذه الصداقة المتينة ما بين المخزن وفريد بالحاج لا سيما ان الالسن بدأت في الفصح عن الحقيقة يعني المشكلة في الجزائر في اقتصاد الجزائر هو انه فيه واحد اسمه فريد بالحاج وهذا الواحد تونسي والمخزن هو اللي يسير فيه ويحرك فيه باش يكتب تقارير سيئة على الجزائر ما عندنا لا شانع للزيت ما عندنا لا شانع الحليب ما عندنا ارتفاع الاسعار ما عندنا ملايين العاطلين ما عندنا ملايين البدل اللي ما عندهم السكن ما عندنا الناس اللي تطلع في الشوارع جزائر راهي كما سويس راه او خلينا نقوله فقط كما سويد والله حتى اسبانيا امور كلها ماشية مكاش تضخم مكاش زيادة في الاسعار مكاش الأكسجين الأكسجين متوفر الناس ما تموتش في الجزائر بسبب الأكسجين الناس ما تموتش في الجزائر بسبب الحرائق البلاد مفتوحة وماشية الطرق انتاعنا افضل من طرق سويسرا مستشفياتنا من طراز عالمي او حتى من طراز احنا الاوائل في افريقيا كما قالت اببون الحقيقة لما قريت التقرير انا تعالبانك الدولي نقدر نقول في ثلاث اربع وشقال لم يقل الحقيقة لان الارقام تمعطنهم له والتقرير في حد ذاته يشكر وزير المالية اللي هو في نفس الوقت رئيس الوزراء والتقرير تم صنعه مع وزير المالية وهذا فريد بالحاج على سبيل المثال تواجد في الجزائر قبل سنة والتقى مع وزير المالية وجابوه في التلفزيون للأسف مع النشر رابط لكن لما تبحث في الانترنت تجد كل هذه المعلومات وبالعكس حتى هذا فريد بالحاج عنده تقارير يهاجم فيها السياسات الاقتصادية المغربية اي انه بالفعل يقوم بعمله واحنا في الوضع الجزائري نعرف بالنظام يعطيه في معلومات خاطئة مع ذلك مثلا البنك الدولي لما جاي يتكلم على الكوارث الطبيعية او من فعل انسان او مثل الحرائق مثلا قال ان الجزائر عندها قدرة على مواجهة هذه الكوارث تحتاج فقط تنظيمها وراه القدرة مش شفنا العسكري يطفوا بالبالات مش شفنا الناس يرموا بالبيدون مش في النهاية جاءوا الفرنسيس وسبانيول بالكنادير باش طفوا النيران وراه القدرة في الحقيقة جاملكم ولما يتكلم على تضخم في حدود اقل من 10% فالحقيقة جاملكم لان الاسعار رهي شفناها قبل قليل الاسعار قبل سنوات الى الان زادت في كثير من الحالات اكثر من 100% معناش اختصاد في الاصل البنك الدولي هذا المفروض يقول لما كاش اختصاد هناك ما نقدرش نكتب عليه لان هناك فوضى فالحقيقة البنك الدولي لما يذكركم يقول لكم الافضل تفعلوا هذه وما تديروش هذه وما تديروش هذه كانت مصلحتكم في الحقيقة هذا فريد بالحاج هو نائب مدير للبنك الدولي ما يقدرش يلعب هكذا لان عنده زملاء وعنده اقتصاديين اخرين عنده ناس تقدر تراقبه فهل ما قال صحيح ام لا ونحن كجزيريين نعرف الحقيقة انها اسوأ بكثير بكثير مما قال البنك الدولي لكن القضية بالنسبة اليكم الان جبتوا الصيد من ذيلو وان هذا فريد بالحاج في الحقيقة صاحب الامير رشيد ومانيش عارف وانه المخزن ووليه صلطوا علينا ماذا هذا التفهات ما هي هذا السخافات هذا هذه السفهات ما هذا تقرير بارقام وتردوا عليه بارقام وتردوا عليه ما هذا في الحقيقة المؤامرitionally الخارجية في روسكم عايشينها لانكم خدعتوا الشعب الجزائري وتقهروا في الشعب الجزائري وجوحتوا الشعب الجزائري والاعتقالات لا تتوقف اعتقالات في المسيلة اعتقالات في الجزائرة اعتقالات في وهران اعتقالات رأم سبحوني اخواني كنت باش نتكلم عليهم لكن نشوف اللي الوقت تجاوزنا يعني اعتقالات لا تتوقف اعتقال في لغواط الياس عبد العالي اعتقال مدني ريان أيضا في لغواط وحكم على عشرين واحد من لغواط على عشرين مواطن ثلاثة أشهر حبس نافذة وفي أماكن أخرى ومدن أخرى حدث ولا حرش يعني الاختصاد تعالجزائر ماشي كلش ماشي والمشكلة هو أن هذا التونسي عامل للمخزن المغربي مثل ما قلت أن رشاد عامل المخزن المغربي هي اللي قامت بالحراق مع الماك تكذبون أكثر مما تتنفسون تبحثون فقط على هذا عدو وأنتم العدو الأكبر للجزائر هو أنتم العدو الأكبر للجزائر هو أنتم والدليل هاهم كبار جنات في السجون يمروا على التعذيب وبعضهم حتى قطعت رجله والدليل هاهم كبار الوزارة وكبار رؤوساء الوزارات هاهم في السجون هاهم مات لهم واحد وزير باركات هذا أحد اللي كانوا نهبي الأموال هاهم مات في السجن أيضا والدليل صراع الجنرالي الذي لا يتوقف والدليل حياة المريرة والمررة اللي يعيش الشعب الجزائري حياة بؤس في بلد كان يمكن أن تكون جنة على الأرض تبقى القضية أن هذا منش عارف تابع المخزن المغربي ويستطيع المخزن المغربي هذا باش يتلاعب في منظمات دولية معناها راهها خلاص هذا ولا الولايات المتحدة أو أكثر وبعدين هذه المنظمات أنا شخصيا عندي موقف من البنك الدولي نعرف أن بعض الاقتراحات اللي يقولها ولا ما تليقش بينا يعني لكن يتم نقاشها بالمنطق بالعقل مش واحد يخرج يقول عليه مسهوبي ما عندهمش أصل مجهولي النسب ومن قبل لأن هذه مؤامرة والآن المخزن وهذا التونسي عميل إيش هذا المنظم إلي أراكم تنحديرون كل مرة تغرقوا أكثر كل مرة تقدمونا صورة بشعة لمن يحكم هذه البلاد